كشفت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تم الاعلان عنها برباط ان مليون ونصف شب وشبة تتراوح اعمارهم بين 15 و 24 سنة في المغرب يوجدون في وضعية بدون عمل وبدون تعليم وحسب احمد رض الشامي رئيس المجلس فان عدد العاطلين بدون عمل ولا تعليم يصل 4.3 مليون اذا تم اعتماد السن بين 15 و 34 سنة وهو عدد كبير يطرح اشكالات تتعلق بالاقصاء والشعور بالاحباط والتفكير في الهجرة وتهديد التماسك الاجتماعي المثير حسب استطلاع رأي الذي اجراه المجلس ان 78% من هؤلاء الشباب لا يعلمون بوجود برامج عمومية او مبادرات من المجتمع المدني موجهة لدعمهم بينما افاد 22% فقط من المشاركين معرفتهم بهذه البرامج والمبادرات ومن ابرزها برامج فرصة وقراش وانطلاقة ومدرسة الفرصة الثانية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج المقاول الذاتي والتكوين بالتناوب وعبر الشامي عن استغرابه كيف ان هناك برامج حكومية للتشغيل لا يعلم بها الشباب العاطل